اعرب معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره لموقف جمهورية اذربيجان الصديقة الداعم لمملكة البحرين جاء ذلك لدى لقائه مع سعادة سفير جمهورية اذربيجان المقيم في الرياض والمعتمد للمملكة مؤكدا تعزيز الدعم البرلماني في المجالات الاقتصادية والمالية بين البلدين الصديقين وعلى صعيد اخر عقدت لجان النواب اجتماعاتها واستعرضت العديد من المشاريع بقوانين تعزيزا للعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية اذربيجان الصديقة تم عقد لقاء ثنائي بين رئيس مجلس النواب وسفير جمهورية اذربيجان لبحث العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة على الصعيد النيابي والبرلماني يسعدنا اننا قد التقينا برئيس مجلس النواب البحريني وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل البرلماني بجانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية وقد تم الاتفاق على تفعيل لجان الصداقة بين المجلسين وعلى صعيد اجتماعات لجان مجلس النواب ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عددا من المشاريع والاقتراحات بقانون من أبرزها إحالة الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية إلى الجهات المعنية لتقديم المرئيات المتعلقة بالقانون في الاجتماع ارتأت اللجنة إلى عمل دراسة مقارنة بالنسبة للتجارب الموجودة في الدول المجاورة وكذلك استطلاع أراء بعض الجهات المعنية منها المجلس الأعلى الإسلامي منها وزارة الصحة كذلك منها الدفاع وإن شاء الله بإذن الله سيقدم فيها تقرير كامل وشامل للمجلس وفي اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرر الأعضاء إحالة مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومشروع قانون بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان إلى اللجان المختصة لأخذ القرار النهائي حولها من الناحية الدستورية من أبرز المواضيع التي تم ناقشتها مسألة شمول المعاقين من أم بحرينية وأب غير بحريني للحصول على المميزات التي يحصل عليها المعاق من الأصل البحريني إضافة إلى ناقشنا من خلال أدة مشاريع محالة بصفة غير أصلية وتم ناقشتها وتم إقرارها وتحويلها إلى الجهات المعنية كما قررت اللجنة دستورية مشروع قانون بتعديل المادة 73 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2016 وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة لاستكمال النقاش بشأنه سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين